سمي برج فلكي على اسم أدات باس محاصل زرائية لاستخرج منها الخل التمر لعبة رياضية تقاس نتيجتها بالارتفاع القفز مادة مفيدة تجه حشرة النحلة اسم مؤنث بمعنى أطر أطر نرجس سمي برج فلكي على اسم أدات اسم أدات يلا دعونا نرى أن الدرجات أجدت لك ويعم السؤال الأول الذي سألت الكياب من الخمس أسئلة وقلت لي عيدة رجعت التلكياب السؤال الأول سمي برج فلكي على اسم مادة هو ما قلت فطلع صفر على اسم أدات السؤال الثاني كان محاصل زرائية تستخرج أو نستخرج منها الخل ما قلت؟ تمر تضبوط التمر آه برافو عليه 32 نقطة السؤال الثاني كان لعبة رياضية تقاس نتيجتها بالارتفاع قلت؟ قفز القفز بس ما حددت من القفز لو حددت كانت تاخذ مثلا درجة أعلى أعلى من العشرة وبعدين نشوف لربما شون احتمالات بعد ما نسأل الأخ سامر السؤال الرابع كان مادة مفيدة تنتجه الحشرة أو حشرة قلت النحلة النحلة هي الحشرة بس احنا قلنا مادة العسل مفيدة آه برافو عليه المادة المفيدة اللي تنتجها الحشرة شنية؟ العسل لادمي خلاص يا رح يجينا بعدين وراك آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ مفهوم. خلي نشوف خلي نشوف الآن سامر يجيب فضل أخي محمو. خلي نشوف الأخ يعني سامر راح يجيب انت ججبت 42 نقطة يعني يراد لها يراد لزامر مية وثمانية وخمسين نقطة مية وثمانية وخمسين نقطة ترجمة نانسي قنقر